أحمد أيضا نحن نتحدث عن الخلافات ونالك خلافات سياسية ويبدو بأن موقف إسرائيل غامض بعض الشيء بشأن مستقبل الاتفاق على صفقة تبادل تفضي إلى هدنة أو تكون في إطار هدنة وهي تترقب ما سينتج عن المقاومة الفلسطينية وقرار المقاومة الفلسطينية في هذه الأثناء وهذه الأجواء أحمد ما الذي تنظر إليه أو تدرسه إسرائيل بشأن صفقة الإطار وكيف يبدو أو تبدو المواقف داخل الحكومة الحرب الإسرائيلية إسرائيل تناكش نفسها إسرائيل تسرب ثم تنفي ما سربت ثم تسرب شيئا آخر ثم تنفي هذا الشيء الآخر والنقاش في إسرائيل محتدم بشكل كبير جدا حول أعداد الأسرب الفلسطيني الذين سيفرج عنهم أو حول أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم علما بأن القناة الثالثة عشر الإسرائيلية نقلت بالأمس عن مسؤول إسرائيلي أنه لم يجري حتى الآن طرح أو نقاش لا أعداد الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم ولا أسماء الأسرى الفلسطينيين أو حتى كافة الترتبات العينية المحتملة الحديث هو عن إطار عام لكن إسرائيل نفسها هي التي سربت الأسبوع الماضي الأعداد التي كان يشار إليها إسرائيليا وهي 100 وأحيانا 150 وأحيانا 200 أسير فلسطيني مقابل كل أسير إسرائيلي وهذا يعني عمليا تبييد سجون الاحتلال الإسرائيلي من الأسرة والمعتقلين الفلسطينيين لكن إسرائيل نفت هذا الأمر الآن ويبدو أن النقاش الإسرائيلي وتحديدا مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يسرب حسب صحفيين إسرائيليين معلومات متضاربة لمختلف الصحفيين وهناك اتهامات توجه لبن يمين نتنياهو أولا بأنه يعمل على إلهاء عائلات الأسرة والمحتجزين الإسرائيليين وأعطائهم أمل أو شعورا بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو يعمل على صفقة تبادل الأسرة وثانيا هناك مخاوف عند كثير من الإسرائيليين من أن بن يمين نتنياهو يعمل على دفع حركة حماس لتفجير هذه المفاوضات وبالتالي سيرتاح من صفقة تبادل أسرة وسيستمر في الحرب لكن مع تحميل حركة حماس مسؤولية ما يحدث لذلك ويبدو أن حركة حماس واعية لهذه المخططات الإسرائيلية التقديرات الإسرائيلية التي أوردتها القناة الثالثة عشر الإسرائيلية بالأمس هو أن رد حركة حماس سيكون على شكل نعم ولكن ستوافق على الإطار العام الذي تم التوصل إليه في باريس لكنها ستبدي عليه كثيرا من الملاحظات الجوهرية هذا يعني أن المفاوضات ستستمر لفترة معينة وأنها لن تكون سهلة وأننا سنكون أمام محاولات إسرائيلية عديدة من أجل التأثير سواء على الرأي العام الفلسطيني أو الرأي العام الإسرائيلي لذلك التوقعات أن الفترة المقبلة ستكون مليئة بالتسريبات مليئة بالضغط العسكري وبالضغط النفسي وبالضغط السياسي ليس فقط من الاحتلال الإسرائيلي إنما أيضا من كتائب القسام التي يتوقع في إسرائيل أن تعزز خلال الفترة المقبلة ضغوطها النفسية على الإسرائيليين من أجل دعمهم لصفقة تبادل أسرة ما تم التوصل إليه في باريس هو إطار عام وإسرائيل تنتظر رد حركة حماس وهناك إجماع نادر في إسرائيل أن الكرة موجودة الآن في ملعب حركة حماس وليس في ملعب إسرائيل محمد وكأن هذه التسريبات أحمد أشبه ما تكون ببلونات اختبار يطلقها الإسرائيلي في اتجاهات مختلفة لدراسة ردود الفعل وكذلك لمعرفة الأجواء الشكر الجزيل لك أحمد دروش مراسل العربي من القدس